أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالب عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغذو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيان رمضان أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أخبرنا محمد بن حاتن بن نعيم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلاج عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمر بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف الإيمان أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويطومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى عظيمة أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدية ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال فماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتابة أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخبرنا الحسين بن حريس قال أنبأنا إسماعيل عن عبد العزيز وأنبأنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوابث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتالة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعدة في حديثه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو المعلم عن قتالة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفث محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن عدي عن زر قال قال علي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق أخبرنا بشه بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يبعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا صاصم فجر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خرن أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال قال عبد الله ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا أت منصان وإذا وعد أخلف فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها أخبرنا فتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا أبو الأشعف قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا يا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن نالك قال حدثني أبو سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى أدنى فإذا هو يسأل عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان به والجهال في سبيله أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيه ما كان إما بقتل وإما وفاء أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جبير عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برثلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا هذا الحي من ربيع ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لكم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إليكم سما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاقه عن ابن يوسف بن الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبر كان له قيراطان أحدهما مثل أحد ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل معذ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي عن معنى بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدلوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أخبرنا يا شعيد بن يوسف عن يحيا وهو ابن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت قلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تمله وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معه والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قالا حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشات العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال القاضي يعني ابن الكسار سمعت عبدالصمد البخارية يقول حفظ بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفظ بن عمر الربالي المشكور بالرواية عن البصريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باق صفة المسلم سمعته يقول لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميدنا الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب المصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس أخبرنا إسحاف بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا زكري بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن زبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة قص الشارب وقص الأظفار ورسل البراجن وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت طلقا يذكر عشرة من الفطرة السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجن وحلق العانة والاستنشاق وأنا شككت في المضمضة أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب قال عشرة من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار وندف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر قال أبو عبد الرحمن وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان وحلق العانة وندف الضبع وتقليم الضفر وتقصير الشارب وقفه ماري أخبرنا قتيبة عن مالك عن المقبري عن أبي هريرة قال خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب وندف الإبط وحلق العانة والختان أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحى أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وأحفو الشوارب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يأخذ شاربه فليس منا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض فنهى عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمر بن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى الله عز وجل عن القزع أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان أخو قبيصة ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال ذباب فظننت أنه يعنيني فأخذت من شعري ثم أتيته فقال لي لم أعنك وهذا أحسن أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا ليس بالجعل ولا بالصبط بين أذنيه وعاتقه أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن سلمة عن قتابه عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا أخبرنا قتيبة قال حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قالا الترجل غب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعف الرأس مشعان قال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه قلنا وما الإرفاه قال الترجل كل يوم أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن بشر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن يأخذ بيمينك ويعطي بيمينه ويحب التيامن في جميع أموره أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته تضرب منكبي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنه أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبي قال حدثني البراء قال ما رأيت رجلا أحسن في حلة من غسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت له لمة تضرب قريبا من منكبي أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال 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 عبد الله بن مسعود على قراءة من تأمروني أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصديان أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا بن مسعود فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا غسان بن أغر بن حسين النهشري قال حدثني عمي زياد بن الحسين عن أبيه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له أخبرنا أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمه قال ذباب وظننت أنه يعني فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنيك وهذا أحسن أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبل عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان حدث أنه سمع رويفع بن ثابت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمر بن شعيب عن أبي عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقف الشيء أخبرنا عبيض الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلم إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله أخبرني الحسين بن هريس قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوا عليهم فاصبغوا أخبرنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود أخبرنا حميد بن مخلد بن الحسين قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود وكلاهما غير محفوظ أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتن أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتن أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثناه شيم قال أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتن أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتن خالفه الجريري وكهمس أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتن أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتن أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت أنا أبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيء في صدغي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمع قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عميه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الرحمن بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر فصال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة بغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء بغير محل وإجساد الصبي غير محرم أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا المعلب مؤسد قال حدثنا مطيع بن ميمون حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أغفارك بالحناء أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة سألتها امرأة عن الفضاب بالحناء قالت لا بأس بك ولكن أكره هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود أن نضر بن عبد الجبار قالا حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس الخطباني عن أبي الحسين الهيثم بن شفي وقال أبو الأسود شفي إنه سمعه يقول فرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنب فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنكث وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم وعن النهبة وعن ركوب النمور ولبوس الخواتين إلا لدي سلطان أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور أخبرنا أحمد بن عمر بن السرخ قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن جوكير عن أبيه عن سعيد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعف فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النظر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرأ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة أرسله الوليد بن أبي هشام أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشي أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بوخير قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقال إن امرأة زعراء أيصله أن أصل في شعري فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القبر عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله المتفلجات وساق الحديث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه قالت سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحار عن عبد الله قال آكلوا الرباء وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاو الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا خشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرباء وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح أرسله ابن عون وعطاء بن السائب أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة قال إلا من داء فقال نعم والحال والمحل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباء وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة عن أبي ذرع عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم وقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته قال فما سمعته قلت سمعته يقول لا تشم ولا تستوشم أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عبد الله بن رثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العرياء بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات الباتي يغيرن خلق الله عز وجل أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العرياء بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات الباتي يغيرن خلق الله عز وجل أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العرياء بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والمتشمات والمتفلجات التي يغيرن خلق الله عز وجل أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين القميري أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحان يتعلمان منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنه أخبرنا أحمد بن عمر بن السرق قال حدثنا بن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أكحالكم الإثم إنه يجل البصر وينبت الشعر قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سماك جابر بن سمرة سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ادهن رأسه لم ير منه وإذا لم يدهن رؤية منه أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كان يسبق ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر عن عبد الصمد بن عبد الوابث قال حدثنا بكر المزلق قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشني عن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود يعني الحفرية عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته نسكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيب أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمران بن غبيان عن حكيم بن سعب عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانهكت ثم أتاه فقال اذهب فانهكت ثم أتاه فقال اذهب فانهكت ثم لا تعد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السابق قال سمعت أبا حفص بن عمر وقال على إثره يحدث عن نعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة قلت لا قال فاغسل ثماغسل ثم لا تعود أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء قال سمعت حفص بن عمر عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثماغسله ولا تعود أخبرنا محمد بن المتنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمر عن رجل عن يعلى نحوه خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى أخبرنا محمد بن النطر بن مساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقافي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ردع من خلوق قال يا يعلى لك امرأة قلت لا قال اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد قال فغسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبحي قال حدثنا بن موسى يعني محمد قال أخبرني أبي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي يعلى هل لك امرأة قلت لا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد قال فذهبت فاغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وهو ابن عمارة عن غنين بن قيس عن الأشعر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأة استعبرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمية قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة مختصر أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغغاري قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشد حواه عن زينب الثقف أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن صلاة العشاء فلا تمس طيبا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد والله تعالى أعلم أخبرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمسي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الأشد عن بسر بن سعيد عن زينب الثقافية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن يتكن خرجت إلى المسجد فلا تقرب النطيب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشد عن زينب الثقافية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن عبد الله بن عمر بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقافية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا أخبرني يوسف بن سعيد قال فلغني عن حجاج عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقافية قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن الصلاة فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزخري أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح أبو طاهر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراء وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا عمر بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري يحدث أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور وأنبأها محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قال فطبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر نساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمير قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قال فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر نساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من كن امرأة تحل ذهبا تظهره إلا عذبته أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا معاذب هشام قال حدثني أبي عن يحي بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمر أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار وأي ممرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحي بن أبي كثير قال حدثني زيد زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عمقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمينها غلامة وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النطر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيا عن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال جاءت بنته بيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فق من ذهب أي كواتيم ضخام نحوه أخبرنا 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 إسحاق بن شابين الواسطي قال أنبأنا صالد عن مطرف وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا أصباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتتهم رأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال سواران من نار قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال وكان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال ما يمنع إحدى كن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير اللفظ لابن حرب أخبرني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمر بن الحارث عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتها حسنتين قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن ابن زرير أنه سنع علي بن أبي طالب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي أخبرنا عيسى بن حمد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو صالح عن ابن زرير أنه سنع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سنع علي يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمة قال أبو عبد الرحمن وحديث بن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أثلح فإن أبا أثلح أشبه والله تعالى أعلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أثلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت علي يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذا حرام على ذكور أمتي أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي خلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وذهب إلا مقطعا فالفه عبد الوهاب رواه عن خالد عن ميمون عن أبي خلابة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن أبي قلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطع وعن ركوب المياثر أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتال عن أبي شيخ أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطع قالوا اللهم نعم أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبأنا أصباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته إذ جمع رحطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطع قالوا اللهم نعم قال فهو يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى حدثني أبو شيخ الهنائي عن أبي حمانة أن معاوية عام حجة جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال لهم أنشدكم الله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد قال فهو حرب بن شداد رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية عام حجة جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد قال فهو الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب عن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال حجة معاوية فدعى نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد أخبرنا نصير بن الفرح قال حدثنا عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان قال حجة معاوية فدعى نفرا من الأنصار في الكعبة وقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني بن حمان قال حجة معاوية فدعى نفرا من الأنصار في الكعبة وقال ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حمان قال حجة معاوية فدعى نفرا من الأنصار في الكعبة وقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا بيهة بن فهدان قال حدثنا أبو شيخن الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا نعم فالفه علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر أخبرني زياد بن عيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم أخبرنا يا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب أخبرنا خطيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن أب الأشهب قال حدثني عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كريب قال وكان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية قال فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حقص قال حدثنا موسى بن أعين عن عيسى بن يونس عن الطحاك بن عبد الرحمن عن عطائن الخراساني عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب قال قد رآه من هو خير منك فلم يعب قال من هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبده فنبد الناس خواتيمهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي نهى للنبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجع أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيا وهو ابن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة سمعه من علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجع شراب يصنع من الشعير والحنطة وذكر من شدته قال فهو عمار بن رزيق رواه عن أبي إسحاق عن صعصعة عن علي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيا بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجع قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشبه بالصواب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصعة بن صوحان قال قلت لعلي إنهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عن الدباء والحنطن وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل هو ابن سميع الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن صوحان إلى علي وقال نهانا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحمتم والنقير والجعة ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس الخسي والميثرة الحمراء أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان إلى علي يا أمير المؤمنين إنهانا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجعة وعن حلق الذهب ولبس الحرير وعن الميثرة الحمراء قال أبو عبد الرحمن حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول لها الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القصي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعة تابعه الطحاك بن عثمان أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا بن أبي فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القصي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعة أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم أن أباه حدث أنه سمع علي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وعن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا محمد بن عمر وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي أن يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر وأن لا أقرأ وأنا راكع أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مولى علي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن المعصفر وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حمال بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى بن عباس أن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن التختم بالذهب وعن لبس القسي وعن قراءة القرآن وأنا راكع وعن لبس المعصفر ووافقه أيوب إلا أنه لم يسمي المولى أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسى بوري قال حدثنا حفظ بن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن مولى للعباس أن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وعن القسي وعن التختم بالذهب وأن أقرأ وأنا راكع أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد عن يحيا قال حدثني عمر بن سعيد الفدكي أنا نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن علي حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب وعن ندس القسي وأن أقرأ وأنا راكع خالفه الليس بن سعيد أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والثياب القسية وعن أن يقرأ وهو راكع أخبرنا محمود بن صالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر الأوزاعي عن يحيا عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حمد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم ذهب وأن أقرأ راكع قال فهو هشام ولم يرفع أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال نهى عن مياثر الأرجوان ونبس القسي وخاتم ذهب أخبرنا قتيبة قال أخبرنا حمد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال نهى عن مياثر الأرجوان وخواتيم ذهب أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهي عن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب أخبرنا يوسف بن حمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا حفص ليثي قال أشهد على عمران أنه حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذفب وعن الشرب في الحنات أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا البختري حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخسرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبع فقال الرجل ما لي يا رسول الله قال ألا تطرح هذا الذي في إصبع فأخذه الرجل فرما به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم قال رميت به قال ما بهذا أمرته إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه وهذا حديث منكر أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يديه خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك قال لفه يونس رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا بن وحب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لدي سخاتما من ذهب نحوه قال أبو عبد الرحمن وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي الدمشقي أبو عبد الملك قراءة قال حدثنا بن عائذ قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي إدريس الخولني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل صاتما من ذهب نحوه أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي إدريس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إسبعه بقضيب كان معه حتى رمى به أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي قال حدثنا الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل قال أبو عبد الرحمن والمرسيل أشوه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الله بن مسلم من أهل مروى أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنا رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديث فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد من كريح الأصنام فطرحه قال يا رسول الله من أي شيء أتخذك قال من ورق ولا تتمه مثقالا أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصوه حبشي ونخش فيه محمد رسول الله أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا فلحة بن يحيا قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاد عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينك فصه حبشي يجعل فصه مما يري كفر أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء حمص قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو بن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو بن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه منه أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن بستام قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى غوم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة حتى مضى شطر الليل ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا وفب عن سليمان هو ابن بلال عن شريك هو ابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال شريك وأخبرني أبو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلم عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه أخبرنا عمر بن علي عن أبي عتاب سهل بن حماد وأنبأنا أبو داود قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فبطة قال وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمر بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سعيد الخدري قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني فقال إنه كان في يدك جمرة من نار قال لقد جئت إذن بجمر كثير قال إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فماذا أتختم قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة وقال من أراد أن يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه ثم قال أنس فكأني أنظر إلى وبيصه في يده أخبرنا مجهد بن موسى الخوارزني ببغداد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردق قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهدى والسداد ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه وأشار يعني بالسبابة والغطى أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردق عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه يعني السبابة والغطى والنفذل بن المثنى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه وأشار بشر بالسبابة والغطى قال وقال عاصم أحدهما أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا وألقى الناس خواتيمهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أنبسه أبدا أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتني هذا ثم جعل فصه في بطن كفه أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المعمر بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرما به فلا ندري ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين من عمله فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليل لعثمان فسقط فلتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله أخبرنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا ينبسه أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقافي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس فحدثنا فعن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كما ترى مع هؤلاء من الجلجل أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام من الترثوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفا أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أخبرنا أبو كريد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحواص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني ورآني رفت الثياب فقال ألك مال قلت نعم يا رسول الله من كل المال قال فإذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال قال نعم من كل المال قال من أي المال قال قد آتان الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فلير عليك أثر معمة الله وكرامته أخبرنا بن السني قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب لفظا قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو بن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال أخبرنا 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 نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق 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 بن من 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 أن أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال أم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أشي بعد اليوم ثم قال ادعوا إلى بني أشي فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا إلى الحلاق فأمر بحلق رؤسنا مختصر أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبر أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع أخبرنا محمد بن بشار قال حدث حدثنا يحي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين يستلحية تعلوه حمرة يمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلقة حمراء ما رأيت أحسن أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب منتبين أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن بيت أخبرنا علي بن خشر من قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا بن وحب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون شعوره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشكل ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه سئل بن بريدة عن الإرفاه قال منه الترج أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعة قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعره وترجله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه ما سمع أباه غير يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصار لا يسبغون فخالفوهم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عزرة وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغام فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا أو اصدبوا أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد قال رأي رأيت رأيت بن عمر يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته أخبرنا عبد بن عبد الرحيم قال أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وأخرج من كمه قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال إنما هلكت بن إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأنا بن المبارك عن يعقوب بن القعقاء عن قتادة عن بن المسيب عن المعاوية أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن الزور والزور المرأة تلف على رأسها أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا علي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيا عن هشام قال حدثت ني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنت لي عروس وإن ها اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيه فقال لعن الواصلة والمستوصلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتصلة والواشمة والمتشمة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات المغيرات خلق الله فأتتهم رأة فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكري بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب رائحة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا العشاء فلا تمس طيبا أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمر بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد أخبرتني زينب الثقافية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن زينب الثقافية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتكن خرجت إلى المسجد فلا تقرب النطيبا أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر أخبرنا عيسى بن حمد عن الليف عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث أنه سمع عبيا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيا حدثني عمر بن سعد الفدكي أنا نافعا أخبر حدثني ابن حنين أن علي حدث قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع أخبرنا يحيا بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيا بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدث عن ابن حنين عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن لبس ثوب معصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن لبس القسية وأن أقرأ القرآن وأنا راكع أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيا أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدث أن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طحمال عن الحجاج وهو بن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتابه عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى روم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا بن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي أخبرنا القاسم بن زكري قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر والنفض له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه أخبرنا الحسين بن عيسى البسطاني قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من شبه ورفع إصبعه اليسرى الخنصر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت علي يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا وجعل فصه في بطن كفه أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخله فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس أخبرنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضه فكان يختم به ولا يلبسه أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء قال نعم من كل المال قد آتاني الله فقال إذا كان لك مال فلير عليك أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل فكساني منها حلة فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها فكساها عمر أخا له من أمه مشركا أخبرنا الحسين بن خريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء أخبرنا عمر بن عثمان عن بقية حدثني الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء والسيراء المضلع بالقز أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النظر وأبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عون الثقافية قال سمعت أبا صالحا الخيفية يقول سمعت عليا يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حمضلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر يحدث أن عمر خرج فرأى حلة استبرق لتباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها فكسى عمر حلة وكسى علي حلة وكسى أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت إليه فقال بيعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي إسحاق قال قال سالم من استبرق قلت ما غلغ من الديباج وخشن منه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذا وساق الحديث أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة فأتاه دقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع بق وقال إني نهيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديماج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أخبرنا الحسن بن قزعة عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمر عن واقض بن عمر بن سعد بن معان قال دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت قلت أنا واقض بن عمر بن سعد بن معاذ قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله ثم بكى فأكثر البكى ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم فقال أتعجبون من هذه لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزع فأرسل به إلى عمر فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه فباعه عمر بألفين درهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة أخبرنا محمود بن غيلان قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبثوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس عن لبس الحرير فقال سل عائشة فسألت عائشة قالت سل عبد الله بن عمر فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة أخبرنا سليمان بن سلم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة سبع ومئتي قال حدثنا الصاحب بن حزن عن قتادة عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعتني تسأله واتبعتها أسمع ذا يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعف بن أبي الشعفاء عن معاوية بن سويد عن المراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتابه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمط حرير من حكة كانت بهما أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن والزبير في قمط حرير كانت بهما يعني لحكة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عطبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بأسبوعيه ألتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر عن وبرت عن الشعبي عن سويد بن غفلة وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع أخبرنا يعكوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلة لم أرى قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارف قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبر أن جبير بن نفير أخبر أن عبد الله بن عمر أخبر أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها أخبرني حاجب بن سليمان عن ابن أبي رواد قال حدثنا بن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصران فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك قال أين يا رسول الله قال في النار أخبرنا عيسى بن حمد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره أن أباه حدث أنه سمع علي يقول لهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصر وقراءة القرآن وأنا راكع أخبرنا العباس بن محمد قال أنبأنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رنثة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنة عن يحيا عن إسماعيل قال حدثنا قيث عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا أخبرنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكثوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم قال يحيى لم أكتبه قلت لماذا قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليفة عن المسور ابن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك فنظر إليه فلابسه مخرمة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد معلين فليلبس خفين أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره من الخيلاء فسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت بن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من مخيله فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار واللفظ لمحمد أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيا عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد المقبري وقد كان يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثني جد قال حدثنا شعبة عن أشعة قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان بن نهران الأعمشة عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحرخ الكاذب أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سرم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقيء زاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلم يا رسول الله فكيف تصنع نساء بذيورهن قال ترخينه شبرع قالت إذن تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراع لا تزدن عليها حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلم أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ديور النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرع قالت أم سلم إذن ينتشف عنها قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلم أن النبي أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلم فكيف بالنساء قال يرخين شبرع قالت إذن تبدو أقدامهم قال فذراعا لا يزدن عليه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا النضر قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلم فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرى قالت إذن ينكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليها أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن الزبري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخضري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهي عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن أمية عن أبيه قال كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفين أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أنبأنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزع قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي أخبرنا عيسى بن حمد قال حدثنا الليث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول قال قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت قراما فيه الخيل أولاة الأجنحة قالت فلما رآه قال انزعيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حويليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطع أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائد أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال حدثنا عمر وقال حدثنا بكير قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطا أنا سمعت أبا أبا محمد يعني القاسم عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بخرام على سهوة لي فيها تصاوير فنزعه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بخرام فيه تمافيل فلما رآه تدون وجهه ثم هتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس أتاه رجل من أهل العراق فقال إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها فقال ابنه ابنه سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أجرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عزب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أجرمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وأنبأنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال أحمد المصورين أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإما أن تقطع رؤسها أو تجعل بصاطا يوقع فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان عن أشعة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا قال سفيان ملاحفنا أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عمر بن أوس قال كان لنعل كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان أخبرنا إسحاق ابو إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريغة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها أخبرنا يا محمد بن معمر قال حدثنا يا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرخ قال حدثنا يا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتجع على نطعم فعرق فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم قالت أجعل عرقك في طيبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أوجع يشئذك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وذدت أني كنت تبعته قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا همام وجغير قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا بن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم سددني وهدني ونهاني عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطر فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسيا فلت قوائمه حديدا فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتمها أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر وأنبأنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقصدين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه قال محمد في حديثه وكلتا يديه يمين أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله في هلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا في المسجد ورجلان تحابا في الله عز وجل ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمر بن حزم عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي عن أبي عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال أتاني ناس من الأشعريين فقالوا اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة فذهبت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك قال أبو موسى فاعتذرت مما قالوا وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم فصدقني وعدرني فقال إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعميني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوق أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها حدثنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبورين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون دامة وحسرة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عبد الله بن زبير أخبره أنه قدم ركب من بني ثميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح عن شريح ابن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يتمون هانئا أبا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال ما أحسن من هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم قال فمن أكبرهم؟ قال شريح قال فأنت أبو شريح فدعا له ولولده أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا خالد بن الحارس قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسر قال من استخلفوا؟ قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة محر فأتتهم امرأة من ختعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معطرضا أفأحج عنه قال نعم حجي عنه فإنه لو كان عليه دين قضي أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وأخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس أخبره أن مرأة من فتعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجدئ؟ قال محمود فهل يقضي أن أحج عنه؟ فقال لها نعم قال أبو عبد الرحمن وقد روا هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم قال الحارف بن مسكين كراءة عليه وأنا أسمع عن ابن الخاسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم رأة من خفعمة استفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبر أن ابن عباس أخبر أن امرأة من خفعمة قال يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأخذ الفضل يلتفث إليها وكانت امرأة حسنا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشخط الآخر أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال نعم قال فحج عن أبيك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن العباس أنه كان رديفا نبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمزك وإن ربطها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم قال فحج عن أمك أخبرنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن الفضل بن العباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمزك أفأ حج عنه؟ قال حج عن أبيك قال أبو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمر بن دينار عن أبي الشعتاء عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد جيد أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريك بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال أتا علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هناك وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا يا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السابب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يجتموننا هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهؤلاء الآيات مع ما يعبونا به في أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا فقال الطائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم عطونا شيئا نرفع به طعمنا وشرابنا فلا نرد عليكم فقال الطائفة منهم دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا وقال الطائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفياف ونحتفر الآبار ونحترف البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم قال ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ردوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخل دورا كما اتخل فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال بارك بارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرم بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال يجعل لكم نورا تنشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لألا يعدم أهل الكتاب يتشبهون بكم أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الآية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة فلا يأخذه فإنما أقطعه به قطعة من النار أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتا فقال اتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به بالصغرى قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت مرأتان معهما صبيان لهما فعذا الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان فقال كيف أمرهما فقصتا عليه فقال أتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغراء أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها قال هو ابنك فقضى به لها أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قالت قضى به للكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه نصف قالت للكبرى نعم اقطعوه فقالت الصغراء لا تقطعه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيا بن معين قال حدثنا هشاف بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر عن الزبري عن سالم عن أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبعنا وجعل خالد قتلا وأسرا قال فدفع إلى كل رجل أسيرة حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيرة قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد وقال بشر من أصحابي أسيرة قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قال زكريا في حديثة فذكره في حديث بشر فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني يونث بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدث أن عبد الله بن الزبير حدث عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخلة فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أبثل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير أسقي ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة أخبرنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه تقاض بن أبي حجرد دينا كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رفول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فكشف سطر حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رفول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إلى الشطر قال قد فعلت قال قم فقده أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا ياسفيان بن حسين عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عباد بن شراحيل قال قدمت مع عمومة المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعذي عليه فأرسل إلى الرجل فجاءوا به فقال ما حملك على هاها فقال يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا اردد عليه كساءة وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت بمئة شات وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشرك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدا منه ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما المئة شات والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها أخبرنا الحسن ابو أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حمال قال حدثنا يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد زنت فقال ممن؟ قالت من المقعد الذي في حائط سعد فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا ياسفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدية يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فحضرت الصلاة فأذن بلال وانتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه الناس صفحوا وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما سمع تصفيحهم التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأشار إليه أن يثبت فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه ثم نكس القفقر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما منعك أن تثبت قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه ثم أقبل على الناس فقال ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم صفحتم إن ذلك لنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبيه عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدغد الأسلمي يعني لينا فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالخاتل يقوله ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا قال فتأخذ الدية؟ قال لا قال فتقتله؟ قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الديا قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الديا قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثنه وإثن صاحبك فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدث أن عبدالله بن زبير حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النسل فقال الأنصار سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبث الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الآية أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مريث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مريث بريرة ومن بغض بريرة مريثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتين فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله أتأمرني قال إنما أنا شفيع قالت فلا حاجة لي فيه أخبرنا عبد الأعلى بن غاصر بن عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جارر بن عبد الله قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال اقض دينك وأنفق على عيالك أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكثيني أفآخذ من ماله ولا يشعر قال خذي ما يكفيك وولادك بالمعروف أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان عاملا على سجستان قال كتب إلي أبو بكرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن جريج وأنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض رجال إلى الله الألد الخصم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينه فقضى بها بينهما نسقين أخبرنا علي بن سعيد بن مسوق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحدهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى فكتبت إلى ابن عباس في ذلك فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لدعى ناس أموال ناس ودماءهم فادعها واتلوا عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمان قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال قال معاوية رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا به قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تكمة لكم وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال لا والله الذي لا إله إلا هو قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال أصابنا قش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا ثم ذكر كلاما معناه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فقال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني حفظ بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيه عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما أخبرنا محمد بن معالي قال حدثني القعنبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معال بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقالها الثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيما قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معال بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر عن يحيا عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلا يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين أخبرني عمر بن غثمان قال حدثنا بخية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ قال وما أقرأ يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأعادها علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا قال لعلكتها وانت بها فما قمت يعني بمثلها أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال أنبأنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الغداء أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكهول عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح أخبرنا أحمد بن عمر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ابن الحارث وهو العلاء عن الخاسم عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين مجابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بين أقول برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال ألا تركب يا عقبة فأجلنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تركب يا عقبة فأشفقت أن يكون معصية فنزل وركبت هنيهة ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أعلمك ثورتين من خير ثورتين قرأ بهم الناس فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فأقيمت الصلاة فتقدم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة بن عامر اقرأ بهما كلما نمت وقمت أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المخبري عن عقبة بن عامر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني ثم قال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني فقلت اللهم اردده علي فقال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعود برب الناس فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني ثورة هود أقرئني ثورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعود برب الفلق أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خيث عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي آيات لم ير مثلهن قل أعود برب الفلق إلى آخر سورة وقل أعود برب الناس إلى آخر سورة أخبرنا عمر بن علي قال حدثني بدل قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقرأ قل أعود برب الفلق وقل أعود برب الناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر أخبرنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيا أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني قال حتى حفظتها قال سعد والمني ماء أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعنينا خمسا كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكريماء كما يعلم المعلم الغلمان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دؤر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت بها مصعبا فصدقه أخبرنا محمد بن المسنى عن معار بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات أخبرنا علي بن المنذر عن ابن فضيل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن المنهال بن عمر عن أنس بن مارك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبت العجال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمر بن أبي عمر عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبت الرجال قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب وحديث بن فضيل خطأ أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن حميد قال قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات أخبرنا أبو حاتم استجستاني قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني سعيد بن سلمة قال حدثني عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبت الرجال قال أبو عبد الرحمن سعيد بن سلمة شيخ ضعيف وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث أخبرني محمد بن عثمان بن أبي صفوان قال حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل زمانه قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأسم قلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم قال إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أخبرنا الحسين بن إسحاق قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيا أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذاً أتعوذ بك فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني قال حتى حفظتها قال سعد والمني ماءه خالفه وكيع في لفه أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلاه بن يحيا عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أن تفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني يعني ذكره أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس وهو ابن مالك عن عذاب القبر وعن الدجال قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يعلمنا يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا معاب بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وهتنة المحيا والممات أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسر وقال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم خالفه الأوزاعي قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمر وهو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة وأن أظلم أظلم أو أظلم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال حدثني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح قال حدثني جعفر بن عياض أن أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا بن أبي عبي قال حدثنا عثمان يعني الشحام قال حدثنا مسلم يعني بن أبي بكرة أنه كان سمع والده يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فجعلت أدعو بهن فقال يا بني أنا علمت هؤلاء الكلمات قلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك قال فلزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعود بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والمرد وأنت قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا بن عجلان وذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة عن دويد بن نافع قال قال أبو صالح قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني أبو سلم سليمان بن سليم الحمصي قال حدثني الزهري عن عروة هو ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم فقيل له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ من المغرم والمأثم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين قال رجل يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخبرنا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل تعدل الدين بالكفر قال نعم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وفب قال حدثني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا القاسم وهو بن يزيد الجغمي عن عبد العزيز أخبرني عمر بن أبي عمر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وغلع الدين وغلبة العجال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد قال كان سعد يعلمه هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر أخبرني هلاذ بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الأودي قالا كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجهن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر أخبرنا أحمد بن فضالة عن عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر أخبرنا سليمان بن سلم البلخي هو أبو داود المصاحفي قال أنبأنا النضر قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن ميمون قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل أخبرني عبيد الله بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيا عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أن تفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني يعني ذكره أخبرنا أحمد بن عمر بن السرخ قال حدثنا بن وهب قال أخبرني سالم بن غيلان عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فقال رجل ويعدلان قال نعم أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أمي سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أخبرنا أحمد بن عمر بن السرخ قال حدثني بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال قال حيي حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حمال بن مسعدة عن هارون بن إبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن يزيد بن الهاد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء قال سفيان هو ثلاثة فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من عذاب القبر أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يونث عن أبي إسحاق يعني أباه عن عمر بن ميمون قال حججت مع عمر فسمعته يقول بجمر ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصبر وأعوذ بك من عذاب القبر أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد أخبرنا يوسف بن حمد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخسعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمر بن أبي عمر أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وغلبت الرجال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيا عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قال وقال إنكم تفتنون في قبوركم أخبرنا أحمد بن حص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات أخبرنا يحيا بن جرستة قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيا بن أبي كثير أن أبا أسامة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس قلت أول الإنس شياطين قال نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج قال أبي هريغة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يهل بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس يقول عوذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن يعل بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشنية قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعل بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من خمس من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاوس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أخبرنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمر عن طاوس عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذوا بالله عز وجل من عذاب الله عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا القاسم بن كثير المقري عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب سليمان بن سنان أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر عن يحيا أنه حدثه قال أخبرني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سفيان بن سعيد عن أبي حسان عن جسرة عن عائشة أنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر أخبرنا عمر بن سواد قال حدثنا بن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن قالها حين يصبح موقنا بها فما تدخل الجنة وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة خالفه الوليد بن ثعلب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لباب أن ابن يساف حدثه أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته قالت كان أكثر ما كان يدعو به اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة قال حدثني ابن يساف قال سئلت عائشة ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أكثر دعائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال سئلت أم المؤمنين عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قالت كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرنا هناد عن أب الأحوص عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن حسين عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة فقلت حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حسين سمعت هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبادة بن مسلم قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال جبير وهو الخسف قال عبادة فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير أخبرنا محمد بن سليم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في آخره أعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني بذلك الخسف أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صيفي المولى أبي أيوب عن أبي اليسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبقني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيغا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيغا أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني صيفي مولى أبي أيوب الأنصري عن أبي الأسود السلمي هكذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيغا أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمر بن مرة عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشي فلم أصده فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخمص قدميه فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من صخطك وأعوذ بك منك أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب أن معاوية بن صالح حدثه وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي شاني عزيز الحديث عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الهيل قالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد كان يكبر عشرة ويسبح عشرة ويستغفر عشرة ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعود من ضيق المقام يوم القيامة أخبرنا محمد بن آدم عن أبي خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع قال أبو عبد الرحمن سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا يحيا يعني ابن يحيا قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث قال كان إذا قيل لزيد بن أرقم حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به ويأمرنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والأرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ودعوة لا تستجاب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قراءة عليه في بيته قال أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي بن النسائي رحمه الله تعالى قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال لما نزل تحريب الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادا لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن المبارك عن سليمان التيمي أن أنسى بن مالك أخبرهم قال بين أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي إذ جاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم فقال فكفأتها فقلت لأنس ما هو قال البسر والتمر قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ فلم ينكر أنس أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رخط من الأنصار فدخل عليها رجل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأنا قال وما هي يومئذ إلا للفضيخ خليط البسر والتمر قال وقال أنس لقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر يعني بن عبد الله قال البسر والتمر خمر أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال البسر والتمر خمر رفعه الأعمش أخبرنا القاسم بن زكريا قال أنبأنا عبد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب والتمر هو الخمر أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر أخبرنا واصل بن عبد الأهلى قال حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتن والمزفة والنقير وأن يخلط البلح والزفر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جغير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي أرطات عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبيذ الزهو والرطب جميعا ولا تنبيذ الزبيب والرطب جميعا أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب أخبرنا عمر بن علي عن أبي داوود قال حدثنا دستام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلط الزبيب والتمر ولا البسر والتمر أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحمتم والمزفة والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلط الزبيب والتمر جميعا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن أكرمة عن ابن عباس قال البسر وحده حرام ومع التمر حرام أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثني عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبيذ الزهو والرطب ولا تنبيذ الرطب والزبيب جميعا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن هشام عن أبي إدريس قال شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قال قتادة كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرد أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرقب إلا عزله عن فضيخه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذ الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته أخبرنا يحيا بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيا أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتنف وخليط البسر والتنف وقال لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقي التي يلات على أفواهها أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخضري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن دود أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البسر والزبيب والبسر والتمف وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذى التمر والزبيب والتمر والبسر وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزائي قال حدثني أبو كثير وأنبأنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزائي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة أخبرنا سويد بن مصر قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال السكر خمر أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال السكر خمر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال السكر خمف أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سثيانا عن أبي حسين عن سعيد بن جبير قال السكر حرام والرزق الحسن حلال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن أدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر قال الخمر من خمسة من التمر والحمطة والشعير والعسل والعنب أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عد أشربة أربع أحدها العسل أخبرنا سويد بن مصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال الحسين قال أحمد وهذا حديث صحيح أخبرنا يخي بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كل مسكر حرام أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أخبرنا علي بن عمر عن ابن 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 عمر وكل مسكر حرام أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا بن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبيلوا في الدباء والمزفة ولا النقير وكل مسكر حرام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة عن مالك وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البترة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل أخبرنا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف وعبد الله بن الهيثم عن أبي داود عن شعبه أخبرنا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب قال اشرب ولا تشرب مسكرا أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أخبرنا ثويد قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال إنا نركب أسفارا فتبرد لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك أخبرنا ثويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال كل مسكر حرام أخبرنا ثويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثا ويبقى ثوثا وكل مسكر حرام أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزن قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كل مسكر حرام أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأجلح قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربه فما أشرب وما أدع قال وما هي قلت البتع والمزر قال وما البتع والمزر قلت أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر قال ومن بتع والمزر قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير قال كل مسكر حرام أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثني إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن فقال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال سمعت بن عباس وسئل فقيل له أفتنا في الباذق فقال سبق محمد للباذق وما أسكر فهو حرام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخبرنا حميد بن مفلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتنحيت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به فقال أدنه فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحاق فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحرين السكر قليله وكثيره وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحرينهم آخر الشربة وتحرينهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله التوفيق أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن سوحان عن علي كرم الله وجهه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجع أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو ابن سميع حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتر أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبد له في تور من حجارة أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل لابن عمر أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر قال نعم قال طاووس والله إني سمعته منه أخبرني هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قال سمعنا طاووسا يقول جاء رجل إلى ابن عمر قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر قال نعم زاد إبراهيم في حديثه والدباء أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال 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 ابن عباس نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن خالد بن سحيم عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم قلت من حنتم قال الجرب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحية بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجرب قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سأل ابن عمر عن نبيذ الجرب قال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت ابن عباس فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه قال ما هو قلت سألت ابن عمر عن نبيذ الجرب فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن عمر قلت ما الجر قال كل شيء من مدر أخبرنا عمر بن زرارة أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فسئل عن مبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه قال ما هو قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما الجر قال كل شيء صنع من مدر أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيبانية قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر قلت فالأبيض قال لا أدري أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحراه هو قال حرام قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتن والدباء والمزفة والنقير أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحمد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفة أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلم أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبد فيهما أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفة والقرع أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المسن بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن محارب قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأوزعي قال حدثني يحيا حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنه ما سمعتا عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب ثنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن أولية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن الدباء بذاته أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وهو بن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم في حديث بن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار قلت لهنيدة أنت سمعتها سمت الجرار قالت نعم أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن طوب بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت يقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبيه عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع بن عمر وابن عباس أنه ما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير ثم أتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيني عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال قال ابن عباس ألم يقل الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قلت بلى قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قلت بلى قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر بن مرة قال سمعت زاذان قال سألت عبد الله بن عمر قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجر ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها ونهى عن المزفة وهو المقير أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفة والمزاد والمجبوبة وقال وقال انتبذ في سقائك أو كهي واشربه حلوى قال بعضهم اذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال إذن تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر المزفة والدباء والنقير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من التجارة أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام قال وأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفة أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفة رخص في الجر غير مزفة أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عماه بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبي إلا في سقا فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلم عن جابر بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبدوا فيما بدى لكم وإياكم وكل مسكر أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ويسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبدون قالوا ننتبد في النقير والدباء وليس لنا ظروف فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه قال فلبس بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا قال ما لأراكم قد هلكتم قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه قال شربوا وكل مسكر حرام أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونسى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبر فنظر إليهما فأخذ اللبر فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفقرة لو أخذت الخمر غوت أمتك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو بن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت بن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها أخبرنا عيسى بن حمد قال أنبأنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة لا تشرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن أخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن أمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل ابن بكر عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمرة أو عبدتها لدي السارية من دون الله عز وجل أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حسن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمر بن العاص قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبر الله منه صلاة أربعين يوما أخبرنا أخبرنا قتيبة علي بن حجر قال حدثنا خلف يعني بن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السح وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنب الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن فلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقت هدونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاسقيني فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقطت كأسا قال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبا أخبرنا سويد قال أنبأنا عبدالله عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فإنه كان رجل ممن خلى قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملاك عن العلاء وهو بن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا خاذفه يزيد بن أبي زياد أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم عن رسول صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعا إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن ما تكافرا أخبرنا القاسم بن زكري بن بينار قال حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد وأخبرني عمر بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمر وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمر بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوحط وهو مخاصر فتى من قعيش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة اللفظ لعمر أخبرنا قتيبة عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبن جعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يبننها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاف قال من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن زري عن سعيد بن المسيب قال غرب غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقا فتنصر فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقيم قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحمتن والنقير والمزفة خالفه أبو عوان أخبرنا أبو بكر بن عاليا قال أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة رأة منهم عن عائشة قالت اشربوا ولا تسكروا قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا غير ثابت وقرصافة هذه لا ندري من هي والمشور والمشور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن النبي يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه غدوة قالت لا أحيل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء قالتها ثلاث مرات أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفت ثم أقبلت على نساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكر كن ما أحبكن فلا تشربنا أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثنا وعند وعند عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر وعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت بن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثنا الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب فالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقافي أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن جريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام قال أنا أول العرب سأله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنظر بن شميل ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبو الحكم يحدث قال ابن عباس من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبي أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس إن امرئ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل عليه فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت عليه اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نبيذ البسر بحث لا يحل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتت ممرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه قلت يا أبا عباس إني أنتبد في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشربه حلوى إن أكثرت منه فجالست القومة خشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من الغنائم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبد في الدباء والنقير والحمتم والمزفت أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان قال سألت ابن عباس قلت إن لي جريرة أن تبذ فيها حتى إذا غلى وسكن شربته قال مذ كم هذا شرابه قلت مذ عشرون سنة أو قال مذ أربعون سنة قال طالما تروت عروقك من الخبث ومما اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركم ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشفور ولا يحتج بحديثه والمشفور عن ابن عمر خلاف حكايته أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال المسكر قليله وكثيره حرام قال الحارث بن مسكين انقراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شديبا وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالب بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام أخبرنا الحسين بن منصور يعني ابن جعفر إن ليسى بوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمر عن أبي سلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمر بن سعيد قالت كنت في حجر بن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمر أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعب عن أبي مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقايا فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطأه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباه لما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال أدنه مني يا أبا هريرة فرافعته إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذا فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومما احتج به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن السري بن يحيا قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد الله من قبل أن يشتدت أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيا بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به لما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا تفعله أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل ومما يدل على صحة هذا حديث السائب قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن جهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبر أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرا جلدته فجنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار أخبرنا حميد بن مسعدة حدث عن يزيد وهو ابن زريع عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط الحما وربما قال يوشك أن يرتع وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر أخبرنا محمد بن أبانا قال حدثنا عبد الله بن إدريسا قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت لحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخبرنا الجارود بن معاذ هو باوردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيها أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرا فكتب إلي إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره وعصرته فكتب إليه سعد إذا جاء ككتابي هذا فاعتزل ضيعة فوالله لا أأت منك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاهم أخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه فمر من قبلك يشربونه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبية قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه ذباب ولا يستطيع أن يخرج منه أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا بن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعر أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلث أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشرب أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى ثلث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوث عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال كل مسكر حرام أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه قال أكنت شاربه قبل أن تطبخ قال لا قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت بن عباس يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عطيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبت أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائد الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربوا حتى يغلي ما لم يتغير أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال اشربوا حتى يغلي أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلم عن داود عن الشعبي قال اشربوا ثلاثة أيام اخبرني عمر بن عثمان ابن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمر عن عبد الله بن الديلم عن أبيه فيروز قال قد انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع قال تتخذونه زبيبا قلت فنصنع بالزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قلت أفلا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلن واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيبان عن ابن الديلمي عن أبيه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها قال زببوها قلنا فما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلن فإنه إن تأخر صار خلا أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أهريق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شريبه فإن أصبح منه شيء أهراءه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا قال نافع فكنا نشربه مثل العسن أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال انتبذ عشيا واشربه غدوة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنفي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس ابن مالك تسأله عن نبيذ الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ خمره درديه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى خفها وبقي كدرها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكرة أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمر عن فضيل بن عمر عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس بنبيذ البخطك أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي نسكين قال سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ دردي للخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزريب ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعوه حتى يبلغ فنشربه قال يكره أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عند أحد صحيحة إلا عن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعيم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والعجاز أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه قال سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به فعاوته فقال الخمر تريد الخمر تريد أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ عشرين سنة أو قال أربعين سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء واللبن والعسل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرص كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا